يا صباح الخير وصباح الجمال مع برنامج ساعة رزق أهلا بكم نورتونا وإحنا مع آخر فقرة النهاردة من برنامجنا ساعة رزق ومعينا مفاجأة جميلة جدا هتعجبكم معينا الإعلامي أحمد شبانة مدير مؤسسة شبانة ميديا للإنتاج الإعلامي أهلا وسهلا نورتنا صباح الخير يا أماني وطبعا صباح الخير على السادة المشاهدين أنا سعيدة أننا النهاردة في كرس الضيف وسعيدة أنت معي الأول مرة يا أماني وسبحان الله يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكل شيء بقواة صباح الخير عليكم وأنا مبسوط أن أنا معاك النهاردة يا أماني ومبسوط أن أنا معاك النهاردة قضيف والكامل إن شاء الله اللي هنقوله النهاردة ده أعتقد هيكون مهم جدا إن شاء الله أستاذ أحمد قلنا حضرتك دلوقتي بتقود أكتر من مكان بداية من شركة شبانة ميديا للإنتاج الإعلامي وراديو تسعة تسين أف أم وراديو أكاديمي ممكن تكلمنا عن الخدمات اللي بتقدمها كل مؤسسة منهم على حدث طيب بداية شبانة ميديا للإنتاج الإعلامي هي شركة لإنتاج الميديا بكل أشكالها يعني بننتج البرامج التلفزيونية الإعلانات التجارية الصوتية والمرئية وكمان بيندرك تحت شبانة ميديا عدة شركات تانية زي راديو تسعة وتسعين أف أم راديو تسعة وتسين أف أم هي محطة إذاعية أونلاين بتبس عن طريق الويبسايت الخاص بتاعنا 99fm.org والمنصات بتاعتنا على الأب ستور وجوجل بلاي إحنا راديو مسموع ومرئي الناس تقدر تسمعنا من خلال التطبيقات بتاعتنا وتقدر تشوفنا كمان من خلال المنصات المرئية بتاعتنا سواء على الفيسبوك أو على التشانيل بتاعتنا على اليوتيوب ببساطة بنساعد الشباب اللي عندهم موهبة أنه أنا عندي موهبة إذاعية سواء أنا خريج كلية الإعلام أو معاهد الإعلام وعندي موهبة إذاعية وعايز أمارسها فإحنا في راديو 99fm بنعمل بنوفر الفرص للشباب أنهم يخوضوا تجربة العمل الإذاعي عملي ونظري عملي بقى ما هو هيخوض تجربة العمل الإذاعي كمقدم برامج إذاعية في راديو 99fm فعملي الحمد لله بقالنا دي السنة الخمسة إحنا انطلقنا من 2020 دي السنة الخمسة حققنا فيهم اللهم لك الحمد نسب كبيرة من الاستماع ويمكن يعني لقوا بالغ لو قلت أنه المحطة الانلاين رقم واحد في مصر اللهم لك الحمد وبنسعى أن احنا نكون أعلى من كده إن شاء الله ونوصل لمرحلة ومرتبة أعلى من كده إن شاء الله الشركة الثالثة هي شركة ريديو أكاديمي أو مدرسة الإذاعة زي ما بنطلق عليها ودي الباب اللي بيمهد الفرصة لمقدمين برامج الراديو إن هم يطلعوا للمرحلة دي أنا شخصة عندي الموهبة ولكن أنا يعني ما حلفنيش الحظ ولا حلفني القدر إن أنا أدخل كلية إعلام أو معاهد الإعلام المختلفة طب هذا يعني إحنا أنت كده خلاص يعني الموهبة بتاعتك مش هتقدر تحققها لا إحنا عاملين لك مدرسة صنعها مدرسة الإذاعة أو ريديو أكاديمي حضرتك تيجي تتعلم إزاي تكون مقدم برامج إذاعية وتحترف المجال وبعد ما بتخلص تدريبك كمان بنبدأ إن إحنا نيديك فرصة علشان تكون في الشركة التانية بتاعتنا اللي هي ريديو تسعة وتسعين أفهم أكيب تمام؟ أكيب التلاتة بيخدموا على بعض يعني إحنا حتى من يساعدوا بعض التلاتة بيخدموا مع بعض لأن أنا مثلا عندي مقدم برامج إذاعية مقدمة برامج الإذاعية ده عنده موهبة أعلى من هو يكون مقدم برامج إذاعية بس طب أنا بنتك برامج تلفزيونية كمان في شابانا ميديا للإنتاج الإعلامي تعال عمل لك برامج في التلفزيون لو أنت عندك الموهبة فاهم إزاي فإحنا تقريبا يعني بندعم كل شخص عنده موهبة في المجال ده سواء بقى مقدم برامج إذاعية موهبة صوتية أو هو مثلا معلق صوتي عنده نبرة صوتية تستحق إن إحنا نوقف جنبه أو هو شخص وجهة يستحق إن هو يكون مقدم برامج تلفزيونية فالله ما لك الحمد إحنا ماشيين في خطة ثابت وماشاء الله والثلاثة بيكملوا بعض طبعا طبعا حمد لله إزاي قادر تقود ثلاث مشروعات كل واحد فيهم مسؤولية ضخمة لوحدك لأن كل واحد فيهم منفصل عن التاني يعني شغل التلفزيون هو شغل التلفزيون له ترتباته وله قواليسه وله فريقه وله الناس اللي شغل فيه فده الواحده تمام الراديو نفس القص يعني شغل الراديو شغل الإذاعة مش زي شغل التلفزيون ده شغل وده شغل ده له جدول وله مواعيد وله تيم وده له جدول ومواعيد وتيم وكذلك المدرسة أو الأكاديمية لها جدول ومواعيد وتيم وكل واحد له ترتباته ولكن في النهاية زي ما قلت لك من شوية أن التلاتة بيخدموا على بعض وبيكملوا بعض جميل أنا كمزيعة ابتديت أبدأ منين؟ عايزة أبتدي أبدأ منين؟ أنت كمزيعة ولا كموهبة إزاعية؟ كموهبة إزاعية أبتدي زي عشان هتختلف وخليني بس أوضح شوية في فرق كبير بين مقدم البرامج والموذيع مقدم البرامج هو اللي بيقدم برنامج زي اللي احنا بنقدمه كده جميل ولكن الموذيع هو الشخص اللي بيقدم نشرة الأخبار سواء على الراديو أو التلفزيون فأنا مقدم برامج أو مقدم محتوى النهاردة أصبح تقديم المحتوى شيء متاح للجميع على كل المنصات يعني تقديم المحتوى سواء الرياضي الفني الاجتماعي أي إن كان هو إيه ممكن يبقى على أي منصة الفيسبوك اليوتيوب التيك توك وخلافه ولكن عشان أنتقل بقى المرحلة أعلى شوية وإن أنا أكون مقدم برامج تلفزيونية طبعا محتاجش تدريب يعني ما ينفعش إن أنا أدخل كده مرة واحدة من غير معرفة كل حاجة أنا بقى لازم يجب فيها تدريب لازم أمارس قبل ما الناس تشوفني أمارس قبل ما الناس تشوفني وأغلط وأتعلم وأصلح ولا إلي يصلح لي لحد ما أبقى أو أكون بالمظهر اللائق علشان لما أطلع قدام الشاشة ودي حاجة كبيرة جدا لما أكون بيشوفني ملايين الناس أتكون مستعد نفسيا مستعد استعدات كاملة كل حاجة كل حاجة ما ينفعش أطلع قدام ملايين المشاهدين وأنا بغلط أو أنا مظهري مش حلو أو أنا لبقتي مش قد كده أو فقفتي مش قد كده اعمل ده زي ما أنت عايز على المنصات المختلفة لأن مهما كان عدد اللي بيشوفوك على المنصات مش هيكون زي عدد اللي بيشوفوك على شاشة التلفزيون وشاشة التلفزيون بتاعنا وإعلامنا له كل تقدير واحترام ولازم نحترمه لازم أنا طالما خدت هذه التجربة لازم أكون أدها لأن حضرتك المفروض صاحب رسالة وصاحب رسالة أنت المفروض صاحب رسالة وبتمثل غيرك ما ينفعش تكون طالع يعني أنا آسف في التعبير لا تستحق هذا الكرسي ولا تستحق هذا العمل وتخلي الناس تقول يعني تشبه غيرك بيك لأن أنت عندك مشكلة ما لسه مش جاهز قوي طب اجهز وبعدين تعالى لازم تكون مستعد استعداد كامل طبعا صح كده بنقهل الناس أن هما يكونوا مستعدين استعداد كامل ده دور حضرتك طبعا ودور الأكاديمية ودور المؤسسة اللي احنا فيها عشان لما يعد على الكرسي ده يبقى جدير أنه هو يستهلي لقب إعلامي وإحنا الناس بتوعنا كمان مش ببقى مجرد شخص جهة قدم برنامج وخلاص لا إعلامي وبطلع له تصريح مزولة مهنة من نقابة الإعلاميين إعلامي كما ينبغي أن يكون هيا دي مهمتنا اللي احنا بنساعده فيها طب أستاذ أحمد قلنا إيه المميزات في راديو أكاديمية علشان ألتحق بيها فيها مميزات عن غيرها بص يا راديو أكاديمي إحنا مش بس مجرد ما كان بيدي تدريب إحنا اللهم لك الحمد ويمكن معنا يعني أنا فيه متيريال أعتقدها تتعرض على الشاشة إحنا بنساعد الجمهور أو بنساعد الناس أو بنديهم فكرة الأول أنا واحد ما عنديش فكرة أحيانا بيبقى فيه شخصة عنده الموهبة بس هو مش عارف فبنروح لمؤسسات كبيرة أو مكتبات كبيرة زي مثلا مكتبة مصر العامة مراكز الثقافة فبنبدي ندوات وبنبدي ورش على مستوى كبير بيحضروا عدد كبير من الناس ربما يبقى فيهم مثلا أنا ممكن يبقى حاضر قدامي 100 أو 150 شخص يطلع منهم 10-15 حسوا أن عندهم الموهبة ولكن كانت مستخبية ولكن لما إحنا بدأنا نشغلهم بالضبط فإحنا بنسعى أن نعمل ده دايما أن احنا بنقول لكم المجال ده مميزاته إيه الصفات اللي ممكن تكون عندك لو أنت عايز تلطحك بالمجال وبعد كده المرحلة اللي بعد كده ريديو أكاديمي عندنا بتوفر بقى للأشخاص اللي حابين ينضموا للمكان أن أنت بديك تدريب عملي جوه ستوديو إذاعي بخليك على مراحل التدريب تعمل كل حاجة في مرحلة التقديم بعد كده بتجهيز كامل بالضبط تبدأ أن أنت تجرب تعد الحلقات وتكتبها وتقدمها مرة واثنين وثلاثة وتغلط ونصلح لك وتصلح لنفسك وتتخطى كل أخطائك لغاية ما تتؤهل أن أنت تكون مقدم برامج إذاعي خلينا أقول وترميه في البحر وتسيط مش أنت علمت العوم؟ علمت العوم عوم ولو هتغرأ هنقذك وتلقس وتلقى نفسك قدام الكاميرا لازم مقدم البرامج يكون قادر أنه هو يشيل الحلقة بتاعته كاملة يقادر أنه هو يتخطى أي مشكلة ممكن تحصل أصد يعرف عنده سرعة بديهة وسرعة تصرف عشان اللي بيشوفه يستمتع مش يزهد أكيد أصدر أحمد قلنا إيه المختلف في 99FM وإزاي في كتير من فريق انتقل من الراديو 99FM للتلفزيون قلت يعني يمكن أنا قلت وضحت ده من شوية بس يعني أقوله ليك بشكل أوضح أكتر إحنا بنهتم جدا بالمحتوى اللي بنقدمه عندنا في الراديو وبنهتم جدا بالمقدمين اللي بيقدموا البرامج خلي بالك يعني هي مش مجرد حد بيقدم برنامج وخلاص لأ أنا عندي مقدم برنامج سواء الشخص ده أكاديمي اتعلم الموضوع ده عندي أو عندي غيري ولكن هو مؤهل أنه هو يعد على الكرسي ويقدم برنامج بكل تفاصيله أو هو شخص متخصص في مجال ما دكتور خصائص صحة نفسية وخلافه وخلافه وعايز يقدم المحتوى بتاعه اللي هو محترف فيه على الراديو تمام؟ فاحنا بنحاول إن إحنا نساعده إن هو يقدم ده فالمحتوى بتاعنا دايما إحنا حرصين على إن هو يبقى ماشي على السرط يعني مفهوش غلطات بنقدم محتوى مختلف علشان ينول إعجاب كل الأذواق لإن مش كل الأذواق مهتمة مثلا بفئة معينة من البرامج فاحنا عندنا مجموعة كبيرة من البرامج سواء الاجتماعية أو الرياضية أو الفنية أو المتخصصة اللي أكيد هتهتم كل الناس هتهتم بيه فده اللي بيميزنا في 99 أفن عن غير ما ليه بعض الناس بينتقل لقيت التلفزيون؟ لإن في ناس خلاص خدت من الخبرة اللي يؤهلها إن هي تعمل تلفزيون يعني موزيع راضي شوية بيبقى مستخبي وراء الميكروفون التصوير عندنا مش أساسي التصوير عندنا مش رقم واحد ولكن الصوت والأداء هو رقم واحد تفي عندنا ناس بتمتاز بالموضوع ده يعني إيه شخصي لابك في الكلام شكله حلو شيك طيب تعال بقى من طلعك استبقى أعلى شوية وديك التلفزيون تبقى خطوة جريعة وخطوة قوية جدا طبعا حضرك بتسعى لي على قد ما تقتل طبعا ده أكيد كنا سعداء جدا جدا بلقاء حضرتك أستاذ أحمد وقد إيه حضرتك بارع في مجالك حابة أقول للمشاهدين مشاهدي سعد رزق نورتونا ومرسي جدا لاستماعكم لينا النهاردة ودي آخر فقرة في حلقتنا النهاردة وطبعا كانت مفاجأة بالنسبالي أنا كمان جاينينا جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا حضرتك نورتنا ونورت البرنامج حضرتك الله يخليك شكرا أهلا بيك وأهلا بمشاهدنا وإن شاء الله مع لقاء قادم إن شاء الله شكرا شكرا شكرا